مرت ست سنوات على إصدار دستور جمهورية تونس الثانية. وهو الدستور الذي أنهى تجاذبات وصراعات لسنوات طويلة. صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي. ووقع عليه رئيس الجمهورية أنذاك منصف المرزوقي. يشمل دستور 2014 بعضا من التعديلات. ويختلف طبعا عن دستور عام 1959. حيث تمت إضافة مبادئ فوق دستورية على بعض الفصوله. بمعنى أن بعض فصوله غير قابل للتغيير أو الحذف. مهما حدثت من تعديلات على الدستور. من أبرز الفصول التي لا يمكن تعديلها هو الفصل الأول. الذي يعرف الدولة التونسية بأنها دولة حرة مستقلة ذات سيادة. الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. لكن في احتفالية عقدت بمناسبة عيدي المرأة التونسية أدل الرئيس قيس سعيد. بتصريحات فسرت على أنه يغمز من ناحية الفصل الأول من الدستور. دعونا نرى ماذا قال. الدولة ليس لها دين. هل هناك يوم حشر للدين؟ هل ستدخل الدول الأعظام في الأمم المتحدة أو جزء منها إلى الجنة أو إلى جهنم؟ الرئيس سعيد وضع مقاربة مضمونها أن الدين للأمم وليس للدول. وليس هناك دول تذهب إلى جهنم وأخرى إلى الجنة. كان تقول مثلاً الشركة الفلانية دينها الإسلام. هي ذات معنوية. هي نوع من التصور القانوني لذات معنوية لتمكينها من الفعل القانوني. الأمة تختلف عن الدولة والدول ليس لها أديان. الدين هو الدين الأمة. وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقصده لو كنا متناسقين مع مقاصد الإسلام. حديث سعيد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة أن البعض يعتقد أنه كان موجهاً لحركة النهضة التي حضر رئيسها راشد الغنوشي هذه الاحتفالية. هنا نجاح ساسي. ما ينجمش وما يسبش النهضة بمناسبة وبدون مناسبة. هنا تدوين لحاتم الطيف يقول. و لو كنا متناسقين مع مقاصد الإسلام. اضرب يا معلم والله صعيبي فهموك. هنا حماسيسو. طبعاً لا دين للدولة. الدين للفرد. يا عالم كل مواطن حر في اعتقاده. الدولة هي كيان مسؤول عن تصرفاته. عن تصريف أعمال المواطنين. وتطبيق القوانين على المواطنين. ولا دخل لها في معتقداتهم. أما هنا عائشة لها هذه التدوينة تقول فيها. كتبت منتقدة الدين الأول في تونس هو الإسلام. وحطوا خطوط حمراء تحت كلمة إسلام. ويجب سنقانون يعاقب كل ما يتطاول على الدين. شكراً لمشاهدتك تراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.